قد استمعت الحكومة اليوم الثلاثاء لعرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي حول نتائج مهمة الوفد متعدد القطاعات التي تم إيفاده للمملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بدراسة عروض الخدمات وإبرام العقود المتعلقة بتنظيم موسم الحج 2023 وحسب بيان اجتماع الحكومة فلقد قام الوفد متعدد القطاعات خلال زيارته بدراسة وتفحص 218 عرضاً لفنادق وشركات يخص التكفل من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة وكذا وكالات السفر الخاصة مما سمح بانتقاء 135 فندقاً وو 44 شركة إطعام وو 5 شركات لنقل الحجاج والأمتعة وحسب ذات البيان أن هذا المسعى يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى توفر حسن ظروف الإقامة لحجاجنا وضمان تكفل تام من بهم في البقاع المقدسة بمناسبة موسم الحج موسيقى موسيقى